أهلا بيكم النهاردة هنحل أسئلة التميز اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين يؤكد طرق الرسول اللي علينا بيطالب في منزله ليلا ليلة الهجرة على حرص الرسول على تأمين المسلمين في مكة رغبة الرسول في استمرار التواصل مع أهل مكة أمانة الرسول وحسن تخطيطه استمرار بقاء شباب المسلمين في مكة طبعا يدل على أمانة الرسول وحسن تخطيطه كان اختيار الرسول للأشخاص الذين ساعدوه في الهجرة يعتمد على أصحاب الكفاءة القرابة أصحاب المال أصحاب النفوذ طبعا بيعتمد على أصحاب الكفاءة ثلاثة نستنتج من الخريطة التي أمامك أن الطريق الذي سلكه الرسول يدل على قرب المسافة بين مكة ويسرب ولا المعرفة الجغرافية بالطريق خلو الطريق من العقبات استخدام طرق مختصرة طبعا الإجابة هتكون المعرفة الجغرافية بالطريق أربعة تظهر عملية الهجرة من مكة إلى المدينة جانب نفسي هام لدى المهاجرين وهو الإصار، التضحية، القوة، العدالة طبعا تدل على التضحية سعي الرسول إلى خلق المجتمع أو سعى الرسول إلى خلق المجتمع إسلامي متجانس من خلال المؤخاة بناء المسجد، صحيفة المدينة، إنشاء سوء المدينة الإجابة طبعا هتكون عندنا من خلال المؤخاة دلل على صحة العبارة الآتية يوجد وجه تشابه بين دور دار الأرقم بن أبي الأرقم وأحد أدوار المسجد الذي أقامه النبي في المدينة طبعا عندنا كلا هما مقر لتعليم مبادئ الدين الإسلامي 16 حدد الأثر الناتج عن رفض أهل الطائف دعوة الرسول طبعا الأثر الناتج بدأ الرسول يفكر في إسطوب جديد لنشر دعواته بين الناس فأخذ يعرض نفسه على القوائل والوفود التي تأتي في موسم الحج فتمت باعة العقبة الأولى وباعة العقبة الثانية وأصبحت يسرب مهيئة لاستقبال النبي وأصحابه